في حفل تكريمي لطلاب اللغة الصينية الذين تفوقوا في امتحانات الدراسة بمعهد كونفوشيوس بجامعة جمينة والترحيب بالمنضمين الجدد للمعهد في مشهد شهد إبداعات أسرة الحاضرين فالسفير الصيني لدى البلاد سعادته وانغ ريني كان شاهدا على ذلك ليقول في كلمة إنه سعيد بنمو العلاقات الشادية الصينية خاصة في المجالات العلمية والمعرفية أما الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار نورين سليمان نورين قال إن تعدد اللغات شيء إيجابي ويعد أمرا ضروريا في عصر يشهد تسارع في تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول وذلك بهدف توسيع دائرة المعارف والتنمية المستدامة متعاهدا بمساعدة المعهد لتخرج طلب شاديين يفقهون مزيد من اللغات والثقافات العالمية واختتمت المناسبة بتسليم المتفوقين هداياهم إلى جانب تقديم عروض من ألعاب الكونفو الصينية ترجمة نانسي قنقر